في تواصل المباشر مع المواطنين بالسوق الأسبوعية واصل المترش عن دائرة السبيخة الوسلتية عين جلولة نبيل الحامدي حملته الانتخابية للتعريف ببرنامجه الذي ارتكز بالخصوص على النهوض بالقطاع الفلاحي ودفع الاستثمار بالمناطق الصناعية جهة السبيخة وهي المنطقة الصناعية الموجودة في دائرتنا وعننا منطقة صناعية جديدة هي في الوسلتية ويدي من الزلت معطلة إن شاء الله بإذن الله مش نعجلوا للقضاء على البطالة إن شاء الله برنامج يكون صادق مواجهة للفلاحين وخاصة مما تعانيه الجهة من نقصان في ماء الري بسبب الجفاف إن شاء الله عنا مشروع في ربط واد بلاسودة بين بهانا برنامجنا مواجهة كل فلاحينا وكل أهلنا باش نساعدوهم في زيادة في عدد رخاص العلاف باش نجموا نقضوا على الاحتكار ونقضوا على التلاعب فما مشكلة أخرى أمام الفقر الموجود ندعو لتفعيل دفادر العلاج المجانية ومع منحة المستحقية كما تعهد بالعمل على الإحاطة بالعائلات المعوزة وتفعيل برنامج المساكن الاجتماعية بالسبيخة والتسريع بانطلاق المستشفى المحلي بعين جلولة وعن الدائرة نفسها أكد المترشح سالم نصرر لخلال رقاءات مباشرة مع المواطنين أن برنامجه الانتخابي يرتكز بالأساس على النهوذ بالقطاع الفلاحي من خلال سن تشريعات جديدة لفائدة الفلاحين والنهوذ بأوضاع المرأة العاملة في القطاع الفلاحي هذه كل رأي تستحق فهمت منها تشريعات جديدة تشريعات لمساعدة الفلاح باش يوصل من هكا معناها المنتوج متاعه إلى المستهلك في مختلف المراحل متاع الانتاج من الزراعة للأدوية والتزميد والري للترويج كذلك عنا بنية تحتية مهتر أياسر للفلاح زاد يلقى في صعوبة في ترويج الانتاج متاعه التلميذ يلقى صعوبة زاد بشوص للمقاعد الدراسة ويروح في ظروف باهية يلزمها تشريعات جديدة ولفتة كبيرة للفلاح لأنه هو عماد الاقتصاد في تونس وكذلك عن المشاكل في قطاع الصحة الربوع متاعنا رأي تشكو من مشاكل عدة في الصحة من غياب المؤسسات الصحية أو غياب الأدوية كما تعهد المتالشح بالعمل على العناية بالقطاع الصحي بالجهة إلى جانب النهوذ بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية